موسيقى 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 مهد جديد من تحديات الأسبوع الأسبوع ده هنتقنق بدون سبب هنلبس شيك وحلو هنلبس من أحلى الحاجات اللي عندنا بدون سبب بدون ما يكون فيه شخص معين هنقبله بدون ما يكون فيه مكان معين رايحينه إن احنا نتقنق دايما مربوط بدماغنا إن احنا حنقابل حد إن فيه حد حيشوفنا وتبقى الحاجات عندنا في الدولاب سنة ورا سنة ورا سنة وما تجيش المناسبة إن احنا نلبسها ودي علينا وما تدخلش فينا أو يهترها الزمن حتى لو احنا ببنلبسهاش مجرد وجودها في الدولاب برضو بياخد من رونقة وبالتالي ما نستمتعش بالحاجات الحلوة اللي عندنا كمان التقنق بيخلينا نحس إن احنا أنا مهم أنا أنا إنسان ليه كيان وبحترم نفسي أنا بلبس حلو عشان نفسي ما هو أصل اللي أنا هلبسله ده مش أهم مني كمان مفهوم التقنق هيختلف من شخص لآخر يعني مثلا أنا عشان بروح أقابل ناس وجزء من شغلي إن أنا أخرج وقابل ناس وروح في حتة لازم ألبس بطريقة معينة فليه أسلوب تأنق مرتبط بالشغل لما بنزل مثلا مع الولاد مع جوزي عشان في الويك أند عشان هاف فان عشان نقضي وقت لطيف بلبس بطريقة تانية ما بلبسش مهرجل ما بلبسش وحش عشان الناس دي تستحق إن هم يشوفوني على أحلى صورة وأنا نفسي أستحق إن أكون دايما على أحسن صورة أبت أنق بشكل مختلف بس بتأنق وإحنا قاعدين لوحدنا في البيت على فكرة إحنا مش لوحدنا إحنا مع نفسنا يعني إحنا في صحبة نفسنا فهل نفسنا تستحق إن إحنا نبقى قاعدين راحتنا وحشة؟ هل نفسنا تستحق إن إحنا نبقى قاعدين منكوشين؟ هل نفسنا تستحق إن إحنا نبقى قاعدين لابسين أي حاجة وخلاص؟ وأنا عارفة إن كل واحد فينا عنده في دولابه لبس حلو مخليه للوقت المناسب وبتعدي الأيام والشهور وأحيانا السنين وما بيجيش الوقت المناسب تحدي الأزبادة إن إحنا كل يوم حنتأنق بدون سبب بشكل يعني مناسب للموقف اللي إحنا فيه لو إنتي ستة قاعدة في البيت تأنقي وإنتي في عادتك في البيت إلبسي أحلى حاجة ممكن تلبسيها في البيت زباطي نفسك بشكل حلو لجوزك ولولادك لو إنت شاب وقاعد يوم الجمعة في البيت قاعد بتلعب جيمز مش هقولك إن إنت بتعمل حاجة عادلة إلبس شيك إلبس حلو إلبس ترينيج سوت حلوة إلبس هدوم حلوة حط برفان حط ديودرون عشان ريحة العرق فخسارة يعني حرامة بابك ومامتك وخسارة الحاجات دي تبقى محطوطة وما بنستخدمهاش لو إنت زوج زي كده ما بتتلمع وتتظبط وإنت رايح الشغل عشان الناس اللي شايفينك في الشغل وعشان منظرك ومظهرك وإنت قاعد في البيت شعرك المنكوش وهدومك المنايلة بستين إيلة ولا العادة اللي إزاي الزفت اللي في شعوبنا العربية إن الواحد يقعد في البيت بملابسه الداخلي ما يصحش لو عايز تتخفف وتلبس حاجة خفيفة اقلع الفانيلا ويبس تي شيرت هي طبقة واحدة مش هقولك تلبس طبقتين بس تبقى لابس حلو ميراتك دي من حقها إنها تشوفك أمور وحلو والتحدي الأسبوع ده هو إن إحنا نتقنق نلبس حلو ناخد بالنا من شكلنا ومظهرنا في كل الأوقات خدوا بالكم التحدي عشان يبقى تحدي في كل الأوقات وفي كل أيام الأسبوع وانا رايح الشغل هروح على سنجة عشر لما أرجع من الشغل وقعد في البيت هبقى على سنجة عشر أنا ست بشتغل هروح على سنجة عشر ولما أرجع هلبس في البيت على سنجة عشر أنا ست قعدة في البيت من الصبح البالليل وأنا قعدة في البيت بردو هلبس على سنجة عشر حلوة قوي سنجة عشر تعرفوا جاية منين؟ لو تعرفوا المثل اللي إحنا بنقوله على سنجة عشر ده يبقوا كتبولي تحت جاية منين؟ أرجو أن أنتم تعملوا تحدي الأسبوع ده معي وتكتبولي يا ترى حسيتوا بفرق ولا لأ؟